اهلا بكل متابعينا في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الاسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 22 يوليو وبينتهي بيوم الجمعة 28 يوليو وحنشوف الحالة الفلكية خلال الاسبوع ده هيكون تأثيرها ايه على موليد برج العقرب موليد العقرب خلال الاسبوع ده عندكم 3 ايام الحظ بيحلفكم خلالهم التلات ايام دول هما يوم السبت ويوم الاربع والخميس يوم السبت الاسبوع بيبدأ والامر موجود في منزل الاصدقاء وده كمان منزل المشروعات بالنسبة لكم يعني الحظ بيحلفكم في الحياة الاجتماعية وكمان في الناحية المهنية لو بدأنا بالناحية المهنية او بالشغل حنلاقي انه عندكم في يوم السبت يعني قدرة انكم تعملوا تنمية لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة وعندكم فرص تعملوا تنمية لأعمالكم كمان انتم لو في وظيفة تعرفوا تحصلوا بسهولة على دعم من الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل يوم السبت برضو في الحياة الاجتماعية يوم رائع بالنسبة لكم للخروج مع الاصحاب وللاستمتاع بوقتكم اجتماعيا في اليوم ده تقدروا تستمتعوا بانه يكون فيه تبادل فكري مفيد مع الاصحاب وتلاقوا كمان اصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة كمان في يوم السبت فيه فرص انكم تعملوا علاقات جديدة مفيدة بالنسبة لكم بشوف ان يوم السبت يعني طول اليوم تقدروا تحققوا عموما نجاحات في الشغل وتقدروا تستمتعوا بوقتكم اجتماعيا فعلى الصعيدين الحظ بيحلفكم اما يوم الاربع ويوم الخميس فالامر موجود في برجكم بيديكم منتهى السحر والتقلق والجاذبية وتعرفوا وتفردوا ارادتكم ورغباتكم بمنتهى الزكاء انتوا اصلا مسيطرين فدي فرصتكم للسيطرة بما انه الامر في برجكم يوم الاربع والخميس هيخليكم مسيطرين اكتر واكتر فبس حلوا يعني السيطرة تبقى بالراحة شوية اللي حواليكم عموما مظهركوا هيكون حلو والامر بيديكم مظهر حلو بيخليكم يعني تعرفوا وتأثروا في اللي حواليكم وخصوصا في الجنس الاخر كمان يوم الاربع والخميس تعرفوا انكم توجهوا الامور كلها والمواقف كلها لصالحكم فهي السيطرة عندكم هتخليكم تعرفوا يعني توجهوا الدنيا كلها ان شاء الله لصالحكم عندكم ثقة بالنفس اكتر عندكم يعني نقدر نقول لباقى في الوقت ده اكتر فيعتبر اليومين دول الاربع والخميس بالنسبة لكم من افضل الايام ليكم خلال الشهر ده او تقدروا انكم يعني لو عايزين تعملوا لقاءات مهمة سواء كانت لقاءات مهنية او لقاءات عاطفية في الحالتين تعرفوا تكونوا مؤثرين جدا دول التلات ايام اللي قلنا الحظ فيهم كويس او تلات ايام ايجابيين يوم السبت والاربع والخميس يفضل عندنا اربع ايام في الاسبوع ده اللي لازم تكونوا منتبهين خلالهم الاربع تيام دول هم الحد والاتنين والتلات واخر يوم في الاسبوع يوم الجمعة من اول يوم الحد لغاية يوم التلات الامر موجود في المنزل الاثناشر بالنسبة لكم المنزل الاثناشر ده منزل الصحة السلبي وفي نفس الوقت ده منزل بيبقى لما يكون الامر فيه خليكم معرضين للحسد فاخدوا بالكم انكم في التلات ايام دول تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان اشتغلوا في صمت ما تعلنوش خطاتكم ما تتكلموش عن اخباركم ويعني ابعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم ما تبلاش تتباهوا باي حاجة عندكم يعني حاولوا يبقى كل شيء بتواضع ده بالنسبة اليوم الحد والاثنين والثلات ده من الناحية الاجتماعية والمعاملات عموما معل حواليكم بس كمان في الناحية الصحية بما انه ده منزل الصحة السلبي فده بيخلي الطاقة اقل فبرضه في التلات ايام دول حد اثنين تلات ممكن تحسوا ان الطاقة عندكم اقل جهدكم معين يعني الله اكبر العقرب عندهم طاقة مهولة لكن مع وجود الامر في منزل الصحة السلبي ده هيقل شوية الطاقة دي فمن حقك تاخدوا وقت كافي من الراحة في التلات ايام دول بلاش تتحملوا على نفسكو انا عارفة انه العقرب حمسهم كبير وطاقتهم اه بس قوية بس ضروري في التلات ايام دول تهدوا شوية السرعة وتاخدوا وقت كافي من الراحة وتنظموا جهدكم وتوظفوها في اتجاه سليم وكمان يعني ما تهملوش اي عارض صحي تشعروا بيه في التلات ايام دول من اول يوم الحد لغاية يوم التلات فيه كمان يوم في اخر الاسبوع اللي برضو يعتبر يعني الوضع الفلكي مش افضل حاجة يوم الجمعة يوم الجمعة الامر في المنزل التاني بيخلي تركيزكم مش قوي او تركيزكم اقل فمهم جدا في يوم الجمعة انكم تراجعوا كويس خطواتكم تراجعوا كويس كل حاجة بتعملوها لو عندكم شغل في يوم الجمعة يبقى تراجعوا خطواتكم في الشغل وتشتغلوا بدقة عشان ما يتمسكش عليكم اخطاء كمان في الفلوس هو يوم مش مناسب للمغامرة في الفلوس مش مناسب لمغامرة في بيع او في شراء فمهم في يوم الجمعة انكم تدرسوا كويس قراراتكم المالية ويعني مهم انكم تتجنبوا يعني اتخاذ اي قرارات مش مدروسة بالنسبة للفلوس حاولوا كمان يعني تقوموا رغبتكم في الصرف وفي التبذير في خلال يوم الجمعة يعني وقت مش مناسب للتبذير بالنسبة كمان للكلام وللوعود يعني عدم التركيز ممكن يخليكم يعني تدوا وعود انتم مش درسينها ومش قدها فما فيش داعي تتصرعوا في انكم تدوا اي وعود لأي شخص تكونوا مش متأكدين انكم قد الوعد ده انفعلاتكم كمان ما تبلغوش فيها وما تتصرعوش في انكم تدوا اي رد فعل يعني متسرع خلال يوم الجمعة حاجة كمان خاصة بالممتلكات بتاعتكم لان عدم التركيز ممكن يخلي يخليكم عرضة انه حاجة من ممتلكاتكم تديع او تتكسر فاتحركوا بالراحة عشان تحافظوا على حاجتكم ورجعوا كويس حاجتكم عشان ما تنسوش اي حاجة في اي حتة او ما تقعش منكم اي حاجة وتديع يعني مش عايزين اي خساير مادية ان شاء الله في اليوم ده بس خدوا بالكم اللي قلناه وحتلاقوا الاسبوع كله حلو كل اسبوع وانتو تايبين اشتركوا في القناة